أفرج شقيق زعيم ميليشي الحوثي عن عشرات السجناء من السجن المركزي بصنعاء كانوا مسجونين على خلفية تهم بقضايا قتل ومخدرات وسرقة واغتصاب وحصلت قناة سهيل على وثائق تفيد بقيام يحيى بدل الدين الحوثي شقيق زعيم الميليشي بإصدار توجيهات بالإفراج عن 82 سجينا جنائيا من السجن المركزي بصنعاء وتشير الوثائق إلى أن 72 من السجناء المفرج عنهم على علاقة بقضايا جنائية مختلفة تتنوع بين الاتجار بالمخدرات والحرابة والقتل وسرقة المنازل وتفجير أبراج الكهرباء وأنبيب النفط والاختطاف والاغتصاب وتحمل الوثائق ترويسة مصلحة السجون وهي عبارة عن رسالة من مديرية عام الإصلاحية المركزية بالأمانة المعروفة باسم السجن المركزي موجهة إلى وكيل النيابة الجزائية المتخصصة وموضوعها السجناء الذين تم الإفراج عنهم من قبل لجنة السجناء وهي اللجنة التي شكلها شقيق زعيم ميليشي الحوثي يحيى بدر الدين الحوثي برئاسته وأصدر من خلالها أوامر بالإفراج عن عدد من السجناء الخطرين على أمن المجتمع اشتركوا في القناة